وفي عربي بوست أيضاً زيارة رئيس الصين للسعودية والسمرار الاحتجاجات غير كل شيء كوليس تحركات إيرانية للسئناف مفاوضات الاتفاق النووي بعد مرور أربعة أشهر على توقف المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا بوساطة أوروبية بدأت طهران ترسل رسائل إيجابية لعواصم الغرب تعبر من خلالها على رغبتها في السئناف مفاوضات الاتفاق النووي الذي جمدته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وجاءت المبادرة الإيرانية للسئناف المفاوضات بسبب عاملين الأول داخل يتجلى في تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد بسبب استمرار الاحتجاجات التي تحولت لمطالب اجتماعية والثاني خارجي وهو تغيير الصين الشريك الاستراتيجي لطهران بوصلته تجاه دول الخليج وكان من المفترض أن يكون نقاش المسودة النهائية في طهران قد اقترب من المرحلة النهائية خاصة بعد التنازلات التي قدمتها إيران على أن هذه الأخيرة تمسكت بضرورة الحصول على ضمنات عدم الغاء الاتفاق بالإضافة إلى إلغاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما كشف مصدر دبلوماسي إيران رفيع المستوى مقرب من باقر كاني رئيس الفريق المفاوض النووي الإيراني في فيينا في الأسبوع الأخيرة تحدث الرئيس ورئيس الحكومة الإيران إبراهيم رئيسي عن رغبة ملحة للسناف المفاوضات ولحل الأزمة الاقتصادية للبلاد وأضف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريحات لصحيفة عربي بوست أن رئيسي عبر عن رغبته في العودة إلى السناف المفاوضات النووية لأن الأمر يمكن أن يؤثر بالإيجاب على الإضطرابات التي تمر بها إيران في الوقت الحالي وبين البلدين أو قطع العلاقات لكن لا بد من البحث عن طرق الاستئناف المفاوضات النووية مع الغرب ترجمة نانسي قنقر